وقت نتكلم عكار فخال نتكلم على لاعب قدم موسم استثنائي خارق العادي وبمستوى تصاعدة من أول مباراة في الدورة إلى آخر مباراة وكان له التأثير في تتويج فريقه في دورة أبطال في الدورة في السوبر الإسباني وله تأثير أيضا في تتويج منتخب بلاده في بطولة اليورو وقت اللي يقول هو مرشح وبقوة أن يكون ضمن المرشحين للكرة الذهبية أو ضمن التوب ثري هذا الكلام مو عاطفي مولا أنه أنا مشجع ريال مدريد هذا الكلام بالأرقام والأحصائيات تخيل معي داني كار فخال هذا الموسم وهو كظهير مساهم ب13 هدف 6 أهداف و7 صناعة محقق الدورة الأبطال محقق الدورة محقق السوبر الإسباني محقق اليورو وبالأضافي محقق جائزة اللاعب في نهاية دورة أبطال وربا أتوقع كار فخال من بداية الموسم بمستوى تصاعدة إلى آخر المباراة ما شفت لاعب ظهير بصراحة يحافظ على الرتم المباريات المتناسق لهذه الدرجة بتلداني كار فخال لذلك موسم استثنائي سعيد جدا من أجل كار فخال تحقيقه لبطولة اليورو نحكي على لاعب عنده 6 دورة أبطال وربا ما يكون عنده بطولة دولية في شيء من الظلم برج عبو كار فخال واحد من أفضل أظهر ممكن نقول بآخر 20 سنة فيه في كرة القدم على مستوى التأثير على مستوى الألقاب وعلى جميع المستويات ترجمة نانسي قنقر